انتو تعرفون ان حالات التواحد تختلف من شخص الى الاخر لكن تعرفون ان مرات الطرابات التواحد اتي معاها الطرابات ثانية؟ في حلقتنا اليوم نتكلم عن شو هم الطرابات الثانية اللي اتي مع التواحد فلابدوا تعرفون شو التحديات التعليمية اللي ممكن يواجهونها عشان تساعدونهم الشي الثاني تعرفون ان 22% من الطرابات التواحد اتي معاها الصرع فلابدوا تعرفون شو هو الصرع وكيف تتعامل مع الصرع الطرابات الثانية اللي اتي معاها هي تشتت الانتباه والقلق وفرط الحركة والطرابات الاكل والطرابات النوم فلابدوا تعرفون شو انواع الطرابات اتي مع التواحد عشان تعرفون كيف تتعاملون بطريقة صحيحة